جميعا إحنا حنيجي لي أهم أقوى جلسة في الدنيا وهي يعني جلسة الكمبيتشن جلسة المنافسة جلسة الإثبات الزيت جلسة إثبات اللي أنت جاي من المكان اللي أنت هتكسبه اللي هي الجلسة بتاعت تحت مسمى وطرعا بنشكر شركة غوستر اللي هي سبونسورنج الجلسة دي وهي اللي مقدمة الجوائز والكووس والدروع وعقود الشواء ويعني كل مفاتيح عربيات فأنا يسعدني أن أنا أدعو اللي هيبوا معايا إن شاء الله هيبوا معنا حكام والحكام دول هيحطوا درجات في عندنا ستة متصادقين مترشحين لهذه المصادقة العنيفة وهيبقى عندي ستة حكام كل حكم هيخد درجة للحالة من عشرة على حسب بتاعه هو البرزنتيشن المسيج 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 آآ اللانجوج كل كل المهارات بتاع فاكرين الكورس على مهارات العرض الفعال هو ده اللي هيبقى درجة من عشرة لكل كيس طبعا 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 من الممكن انه بعد ما المتصادق يقدم الحالة بتاعته لما نسمع التسئيل بتاع الجماهير المتحيزة لهذا المتصادق او هذه المتصادقة من الممكن ان ده طبعا يأثر على الحكام في الجوجمنت بتاعهم لان طبعا احنا في الاول وفي الاخر ناس عاطفيين فلما نلاهي ان الجنهور من حاجة شخصنا اكيد كلنا هننحزدون الحكام الموقرين يعني بيتمتعوا بالنزاهة والشفافية هنا من كل انحاء الجمهورية اول حد هشرفني الدكتور عبير صعبري من جامعة خلوان تصيفة جامعة يا جماعة الدكتور عبير دكتور عبير خبير دولي ومحكم حالاتي من الدرجة الاولى الجوج الثاني الدكتور احمد المزني احمد مش موجود يبناخد مجانه الدكتور كريم عصام عشان هما نفس الطول بالزبط فهذا دكتور كريم دكتور كريم يتمتع بالرزانة الهدوء ده مسة الخلق وحسن الاداء وهو الحكم المناسب في المكان المناسب ثالث حد معي هو نجم يعني انا حتى مش هقول اسمه هو هقول ان اقوله اتش غنيم اتش غنيم يا جماعة دكتور حسام غنيم ده نجم اهو حتى شوفوا جايين يا جماعة داخل داخلة النجم داخلة النجم تحية كبيرة جدا لدكتور حسام غنيم نجم الفضائيات وكل اللي بتاعه بالاضافة الى ان هو اديب ومحلل كروي وامور ويعني حاجة كتيرة جدا انا اسف على الدخلة وانا بالتريفون بس دكتور مازل نجا ما اقدرش ما اردش دكتور حسام يا جماعة هو النجم اللي هيحكم على الكارزمة بتاعت المقدم بتاعنا هي الكارزمة دي واحدة من الدرجات عندنا طبعا راجل يتمتع بان هو معلم نجم في المنطقة بتاعته ما ينفعش حد يعدي على السكة دي الا لما ياخد البرميشن منه دكتور محمد عامر ده النجم المنوفية الاول يعني انت لما تخش المنوفية يسألك انت رايح عن دكتور محمد عامر ولا اه بالفيزا يعني هو ده اللي بيدي الفيزا تحية كبيرة اه 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 دكتور محمد عامر اللي هيحكم هل اللي بيقدم الحالة دي ليه مستقبل بعد كده فيبقى يستاهل ان ياخد الدرجات بتاعتنا هي دي طبعا الجزمة بتاعتنا بعدين عندنا طبعا نجمة متقلقة تميزة اللي بتاع مسلا خماشر تماناشر اه رول اه دايما معنا يعني اه زرعة تلاقي اه مناظر شغال اه اي واس تمام اه السنة اللي فاتت عملنا ستار ميكر كانت اه الشاباب ورياضة سجلت معها عشان تقول لها تقول المحاضرة بتاعتها في الازاعة يعني نجمة اصيوت الاولى طبعا الدكتورة ريم عزت انا بالسنة هالنازم تسقف انا بالسنة هالنازم تسقف وكلا الجواز هتتحجب وهنا هيخدها السايد المنظمين بتاع عايزين تسقف جامد يا جامعة عمال لما لسه هنقل الحلقة هتعملوا ايه وانت مش عاربين تساقف وبعدين اكل بتاكل يعني خلاص ده صحة رجعت تاني خلاص طيب اه اه يعني اخر اه جودج طبعا هيكون اه معانا في المسابقة دية طبعا 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 مش معقول يعني ان احنا نعمل المسابقة دي اه من غير اه 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 الدكتور احمد اه مراد هو لازم يبقى حكمت معانا ويكمل اكل استندوتش بعد كده هذا لاتور احمد لا يا جماعة تم حوله وما سقفوش يا جماعة دكتور احمد مش هيحكم طيب دلوقتي احنا عرفنا الحكام عرفنا الطريقة بتاعة التحكيم عشان بس الناس مش فهمة يا جماعة الا هيكسب الجايزة الاولى وهياخد احسن يعني حالة هياخد هذا الكأس وطبعا عشان كده احنا اسمحولنا ان احنا نحط الكأس قدام السادة المحكمين فضل دكتور كريم عشان حقيقي انا يعني انت راجل اللي ايه والسندوتش بتاعك لا بعدين معلش ناوليني الازرف دي يا ريم بعد يزلك ناوليني الازرف دي ايوه تمام طبعا يا جماعة كلنا شايفين ان الازرف دي منفوخة جدا 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 الازرف دي كلها مليانة كشات كشات عشان اللي جاء حضر المؤتمر بتاعنا مايرجعش خايب الرجا تمام في جوائز قيمة جدا 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 لأول ثلاثة متصادقين من اللي هيختاروهم السادة اعضاء اللجمية التحكيم فضل دكتور كريم عشان حقيقي انت امين الخزنة طيب طيب الحكام بتاعنا هيخطوا الجرجمنت بتاعهم على ايه مين حضرتك طيب استاذا لحضرتك اوكي يا جماعة زي كل المسابعات العالمية لازم الحكام بتاعنا يبقى معهم كروب يحطوا فيها طبعا الدرجات بتاعتهم كل حكم من دول هيحط الطريقة سرية احنا لو تاخدوا بالكم ان مفيش لا اسامي الدكاترة ولا اسامي الحكام على الورقة شايفين يا جماعة الورقة هي ما فيهاش اي ارقام عشان احنا بنوريكم الموضوع كله سري للغاية كل حكم من السادة الحكام هياخد ورقة من دي وبعد ما الحالة الحالة هتتعرض هيبقى هو طبعا يحط درجة من عشرة ياريت مفيش اي حكم يبص على الدرجات بتاعت الحكم اللي جابت منه عشان طبعا ايه الحاجات دي بتتنزل في الاخر هناخد ست درجات في الوسترن مفيش طقم الام ينزل للحكام وسترن ما عندهمش الام لم يعمل حكاة خلاص يا ولاد اللي انت كلكم كسبتوا عايزين الام للحكام يا جماعة عايز الام فلو مستر تمام اعتقد كده احنا يعني المقدمة دي كافية جدا جدا ياريت اي حد يا جماعة عنده صحابه وزن تلاتة اربعة خمسة كيلو يندهنه عشان يجي يستقف له بعد ما يخلص الحالة بتاعه فياريت عالواتساب بات كده نلم صحابنا عشان خاطر نعمل الحكاية طيب عندنا المتصادق الاول وكلنا طبعا عرفنا انه حظه قريدي كويس درجة من عشرة درجة من عشرة خلاص تقييمنا للحالة درجة من عشرة تمام اه طبعا احنا 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 قلنا كده درجة حسان فعل اول متصابق واحنا عرفنا ان هو شخص محظوظ جدا بدليل انه لسه في الكويس بتاع الجلسة اللي فاتت كسب معنا طبعا نقدم الدكتور احمد مار ممثل لجامعة الازهر يا جماعة تسقيف يا جماعة جاهز بعد ما يخلص ما نسقفش تسقيف جامد. طور نجيب يا عبالما دكتور احمد يكاز في دسكاشن على الحالات ولا درجات? لا درجات بس. لو هيبقى في دسكاشن او حاجة ممكن في الاخر واحنا بنجمع الدرجات ممكن حضراتكم تقولوا كومنت او السادة المشاهدين بقى اه يعني ايه يقولوا تعليقات. مم. يعني احنا اثناء الكمبيتشن عشان بفي تركيز عشان يبقى فيه اثارة يبقى فيه تشويق. ما يكونش فيه تأثير على السادة المحكمين الا بمعادة للتسقيف. هو ده المقياس. تمام? لما نخلص في العشر دقائق اللي احنا بنجمع فيها الدرجات ممكن حضراتكم نعلق الحالات. تمام? جاهز يا تور احمد? جاهز ان شاء الله. جاهز? انا شايفك متوتر مع ان انت لست كفزان جايزة كبيرة. لا خالص. مش فارقة معك. طبعا انت حضورك عندنا هو ده المكسب. اتفادي اللي ترح. نركز بقى كلنا جماعة. سلام عليكم. مبدئيا انا بشكر لجنة المنظمة على دعوتي. ثانيا الكيس اللي اخترتايا سيمبل كيس. يعني مش كيس يعني فيها سيمتمون غريبة خالص. انا اتمنى ان يتعجبكم ان شاء الله. انا بشكر لكس من خالص المستمئن الموجودة. كانت بيوضة توفية لإيقافي مع الصينة وإنما غيرتك في مددات جدا و هذا هو صديق يشجعي جدام بوضع الملاطي ليس لتأكثر على نفسه بهذا القليل فهي شبيل نتيج مختلف من المال وهي مختلفة حتيغة مكتبه داخل ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 إنه من قرب السؤالية ويوجد انجزوا في الدواء الحقيقية تحديث على المشكلة السؤالية هيكل رته المرة او hay2 سان مدرسطان صيحة مدرسطان موسيقى والمقصد مستقيمات الإسامة في الحجمات والمقصد محتوى عملية قائمة. إلا تغيير lactylitis الإسامة. مرحلة المستقيمات الإسامة تجهب إلى المعافية والمقصد مؤوسية. والمقصد مقاطع أو الأساسية لتقدم إذابي PHYSينowych بالنسبة للسطير. إثنين quedaدات الإسامة والمقصد مؤوسية والمقصد مؤوسي. وهذا سيشئ الضوث دائميه و Amber ي RESP والمثل هو غير مبيبسي ways وال 했는데 مات Responsيل الج première تابعاً لفائم واقع لانcia غدر identific خفوagan اشخاصي 어제 من المنسل هدي ك узнаو بشكل م szczegól يعطي لزمان الم Mand deadly یه أمسلاهات تراحة عن منمayan م لا بопрос بوم بلزمان تقليل بوحمد آف التعرض escuela التبريض شخص م фот promised may be detected late in the disease and rarely finding to be present in the ilium. Thank you. التانية دي يعني كانت معنا قبل كده. وهي دايما يكون يعني خصم عنيد. بس هي اللي مش عارفها ان المرة دي طبيعة متغيرة. عشان طبعا المنافسين متغيرين. الحالة التانية والمتسبقة التانية الدكتورة هيام فاتحي من عصيود. ويعنيت كلنا يا جماعة امبرك الدكتورة هيام لاني مناشت الدكتورات بتقيتها تبا يوم التلاتي الجي ان شاء الله. اشتركوا في القناة 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 تسقفكم ضعيف شوية. تسقفكم ضعيف شوية. عايزين نسقف جامد عشان لو حد خسر دي بعلال كسب مننا ايه? تسقف. يعني اه ايه. اوكي. اه المتصادقة اللي بعد كده هي منورانا للمرة الاولى في المؤتمر. ويعني ان شاء الله تبقى هيا دي المفاجأة الجميلة. هي بسمة اسكندرية. بسمة اسكندرية الفتاة الرقيقة. اللي هي غالبا اول ما هتيجي تقدم الحالة حتتحول و تفترس المنافسين. الدكتورة باسمة سالم من جامعة اسكندرية. و الكاس number three. تفضاليا دكتورة باسمة. بسم الله الرحمن الرحيم. first i would like to thank dr. mohammed nagib and the organizing committee for this elegant conference and would like to thank dr. limina abdeen to give me that chance to be here today. okay okay شكرا 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 ترجمة 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 نانسي قنقر ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 عمله الإنسانيات إسميه الإنسانيات موسيقى موسيقى إسميه إسميه موسيقى إسميه إسميه 3.1 his ureia was mildly elevated matching with GI bleeding is 52 his calcium was 8.3 but corrected it was 9.2 we did EC ratio for him that was normal and the virology was negative I will show later why we did all this virology he did upper endoscopy that revealed normal esophagus the stomach ترجمة نانسي قنقر 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 سيارات ركاض ، الإنسان ، إلي الآن ألم أن ترى اليوم في الحديث نفس الكثير من المزججية المتحدث سبوتي ونزوجها لمحافظة هذا هو البنور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تكون حالة خلصانة الحالة دي يعني وقفة وصادنا فعلا وهو عرض على لغاية لغاية الوضع بتاع لغاية اللي هو النهاردة لغاية لما هو قدمها وفعلا هو بيطرح من خلالها تساؤلات قوية وهو اعتقد ان جزء لطيف جدا جدا من الكلينيكال كيسز وان هي كومبتشن وان هي جوجمت عشكرا عنا مسمينا سترينج بكترو وان هي هي ممكن تكون عالات عادية بس ممكن تكون جاية على شكل آآ آآ غريب آآ هنرد على التساؤلات اللي طرحها دكتور احمد نجيب بس بعد ما يعني في في الجزء اللي هيبقى الجوجز هيبتدوا ان هم هيقونوا رأيهم في الحالات وبرضو حضراتكم من حقوقكم ان انتوا تقولوا رأيكم في الحالات بس بعد ما نعرض آخر آآ آآ دكتور كورولوس آآ كان هو اللي هيقدم الحال الاخرانية هو آآ كان مفروض ان هو ييجي وقدم الحالة آآ هنا ولكن قبل المؤتمر على طول بكام يوم فوجي ان طلع قرار عندنا في الاسم هو من الناس اللي دخل امتحان الدكتوراه فوجي ان طبعا حصل آآ آآ ازي حضرتك دوار انا ات Hong ago انا ات야지 سؤال انت تحب تكسب في المسابقة ولا تنجح في التراح يا دكتور انا اشرافني فى تكون معاكم ولا تبقى تعيس من الحب يا دكتور انا اشترافني بس اكون معايكم مرسي جدا لحضرتك كفاية فرصة المشاركة مع حضراتكم وكسير شعوري وان انا لازم اكون موجود معاكم المهزبة جدا وشاطر جدا جدا بس هو انفورش انا امتحنا الدكتورات حدد ان ايه بقى يوم تمانية وعشرين بقينت صح كده تمانية وعشرين اه بزرط يعني انا بصراحة اعتقد ان فيه على هدوء العصاب وقوته ان هو يوم ستة وعشرين طالع معانا وما زال بيبتسم وده انه مشتلعة وعادي جدا شكله انفان طبيعي اي حد فينا طبعا اكيد فاكر كان منظره ايه قبل امتحنا الدكتورات بتمانية واربعين ساعة كنا كائنات فضائية فانا اعتقد ان دي في حد ذاتها تديله يعني خمس درجات ذياد يا دكتور انا افيد انت مساكل الحالة معانا واحنا هنعرضها وخليك معانا شكرا يا بريد شكرا 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 للمشاهد ترجمة نانسي قنقر 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 مست doses ثرو H downtime ثرو HÖ الألاث fate nuts الدرم النفل كما sensitive ظاوadomo ثلاثانيا الذي تما microscopic بناء المستوzelf خين الخ المستوى لجمز يمنز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المها�� presents المها البولي �Game 76 أل الثاني هو توقcut ترجمough أكمل and SMC che T來 Blodermat moderates Wi Alma Geli and bilateral grade 1 to 2 pathological kidneys Why the endoscopia started with our endoscopes revealing the severity dengan us had hyper trophile موسيقى موسيقى الموسيقى الخطأ للمثoblastجموضاوكي روحيس والمثل琴 بشكلتر موجود والمثلابعات النبيلية ورميز الكمهر اوضاني وقصص دخل وقصص دخل وقصص بأولياد المثلاتصية والمثلات الطريقة العصورة والمثلات الزجية المتصنعية والمثلات التعطية والمثلات وChristل ورحمة الجوانوب المع Sternney이 في نu اللمسياتي و المجرد موسيقى يشترك بصاعدة لس你知道 الوطانيسabe جماعيك The patient received total peremptorin nutrition with oral feeding was limited to pentamin formulas at first. We have tried gluten-free diet and was introduced for one month with no significant improvement of the patient's case. She received also IV iron transfusion, IM, vitamin B12, folic acid, IV, vitamin D. She started colosoyazine, but due to rising liver enzymes, it was stopped. Then as a diagnostic challenge, we have tried three doses of IV immunoglobulins with decreased motion clinically to three per day with more solid consistency of system. So possible case etiologists represent CDF disease. It was suggested by the histopathological assessment of the second part of the distal second part of the eudinium, but not supported either by serology or by CDF. And we are not unfortunate enough to perform the celiac HLA testing with lymphoma definitely couldn't be ruled out, but we have no histopathological OCD markers suggesting the possibility of lymphoma in biopsies. And finally, we suggest immunoglobulin deficiency, and this was supported first by the low immunoglobulin levels and the clinical response to IV-IG that was presented to three series to the patient. Thank you very much. المتأكدين أن الجوج من تبتعك على الوقت. أكيد دلوقتي مختل عشان الامتحان. يعني احنا عذرينك في القصة دي. خليك بقى متابع معنا هنا بقى عشان ايه? آآ في الجلسة عشان ايه? تعرف الجوجز آآ وصلوا لإيه? ويعني كانك معنا بالزبط. أكيد. وجود لك حبيب الامتحان إن شاء الله. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يخلي حضرتك.